معكم أخوان وإخواتنا العزاء معكم أخوكم بشير فضل ربنا يوسع للجميع كل واحد طبعا عاو زر حل عنده شقة عاو زر حل بيت واشتري بيت أو سع ووسع لنفسه على أولاده وأسرته ولكن في سؤال دائما يكون مشكلة عند الكثير مسألة القرض هل أخذ لون ما أخذ لون سبعنا ناس قالوا حرام سبعنا ناس قالوا حلال ما هو الدليل الأخير فعوزينا الليلة نوضح المسألة دي وبرضو بالنوع من الأمان العلمية فقبل ما نبدأ نذكر نفسه لجميعا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أفتى بغير علم فليتباه مقعده من النار الدين دين الله سبحانه وتعالى ما غير يفتمل من غير علم يعني أي واحد يجي يقول حرام من غير دليل لا جاهز نفسك لمحال في جهنم أي واحد يقول حلال من غير دليل برضو جاهز نفسك لمحال لأنه الدين دين الله سبحانه وتعالى وربنا هو اللي يحكم فبقحنا حريصين في النقاش بتاعنا أولا نقول قال الله بعد كده نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يجمع أهل العلم وبعد كده حتى فيه آراء مختلفة أو مخالفة برضو نوضحها من باب الأمان العلمي عشانك وعندنا المسألة واضحة وبعد كده النقاط يعني نسمع كلمات كثيرة بنسمع كلمة لون ومورجج وإنترست ريت وفاينانس جارج وبانك فالكلمات دي كلها بنفتكر طب دي حرار فعاوزنا ليلة نسهل الأمور دي كلها نبسطها بالنحية فقهية مبسطة وبعد ما نذكر الأشياء دي كلها برضو في الآخر حنكون مقاطع لبعض المشايخ المشهورين المعلومين بتكلب بعض المسألة دي بالتوضيح على أي حاجة نقولناها أو تقيبا على كل أي حاجة نقولناها الموافقين والمخالفين للإجماع برضو طيب نبدأ بالسؤال الأول السؤال الأول ما هو الربا؟ الربا طبعا من ناحية فقهية فيه كتب يعني حاجة كبيرة جدا فيما سبب الربا الفضل وربا النسيئة وإلى آخرية لكي نحن نلخص الموضوع دا حنقول في حاج سنهى الأصناف الربوية الأصناف الربوي هي بعض الأشياء يقع فيها الربا يعني الليلة مثلا من الأصناف الربوية الدهب الدهب يقوم مقامه الكاش مثلا أنا عندي 100 دولار بيحتها لك أو سلفتها لك قلت لك رايلة 200 دولار الكاش من الأصناف الربوية هل يقع فيها الربا؟ نعم طيب أنا عندي تلفون كتلك التلفون هذا أنا ببيعه لك بـ 500 دولار هل في احتمال لقى عريبة؟ مستحيل لقى عريبة ليه؟ لأنه أنا مالك للتلفون أنت مالك للكاش بادلنا أو بيعته لك فليس من الأصناف الربوية طيب ما هي الأصناف الربوية بالتلخيص؟ يقول رسالة السلام والحديث في الصحيح مسلم الذهب بالذهب الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح طيب شروطه مشنو؟ مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد يعني يحصل المبادلة على طول والشروط المضاهرة صلى الله عليه وسلم بعد كده قاشنو فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتهم لو أنت ما بتدعمل بالأصناف دية فبيع كيف شئت تمام؟ يبقى أن إحنا عندنا الذهب بالذهب أنا ببيع ذهب وباخد محل ذهب أنا بدي كاش وباخد محل كاش طيب في بدا في الشروط لازم تكون يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء لو تكسلت الشروط دية قد يدخل باب الربا طيب جاء واحد يشتري بيت واحد عنده كاش واحد عنده بيت هل ممكن يقع ربا؟ لا ما ممكن يقع ربا واحد مالك العربية والتاني مالك الكاش دعوا زبيع لي ده هل ممكن يقع ربا؟ لا لأنه ليست من الأصناف الربوية ليست من الأصناف الربوية طيب نجي بعد كده ما هو حكم الربا؟ أنا بدي عمل في الأصناف الربوية الذهاب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ومثلا بيه وسواء بيه وبتاعه شنو شنو. طيب ما حكمه لو انا دخلت في الربا والفضل والنسيع الى اخيره. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فاذنوا بحربة من الله ورسول. يعني بحربة بين الله. طيب حرب من الله ده من اعلى العقوبات. يعني المستحضة ده ما ذكر تغبيره في القرآن تماما. الا في اعداء الله. يعني مسائل كبيرة جدا. فيبقى حرمة مغلظة شديدة جدا. ما ممكن نتسهل فيها ابدا. الربا محرم تحريم شديد جدا. يقع في اصناف محددة. لو تاجرنا في غير هذه الاصناف. ما ممكن نقع ربا لانه غير الاصناف الربوية. البيت. انا سيشتري بيت. ما ممكن نقع في الاصناف الربوية. انا سيشتري عربية. ما ممكن تقع في الاصناف الربوية. تمام? طيب نجي بعد كده. ليه حرم الربا? ليه حرم الربا? اولا لانه ظلم. تاني لانه يقتل كرياتيفيتي. الفكرة التجارة ذاتها بتتكتل. ان ما في ابتكار في التجارة. بمعنى. سؤل زينا العابدين من الحسين علي رضي الله عنه الجميع. لماذا حرم الله الربال? قال لانه الظلم. هو ذاته ظلم. بمعنى. انا عندي الف دولار. اقول لك اديك ليها ورجع لي الفين دولار. مستحيل اديك الف دولار وترجع لي الفين دولار. الا وانت مضطر. يعني ما في واحد بيأخد قرب مال. وارجعك مال اكتر. الا هو مضطر. ولكن التجارة ابتكار. التجارة انت مشيت الاوكشن الكوبارت. الشريط العربية ب الف دولار. صلحتها نظفتها بيحتاجها ب الفين دولار. لا ده نوع من الفن ده اصل تجارة. انت اشتريت علبة فول. علبة بدولار. روحت ازبطها وعملت عملت صحن فول كده يعني كارب ما ان شاء الله. بيحتاجها ب عشرين دولار. على عين والرأس. دي هي تجارة. تجارة فيها نوع من الابتكار والكرياتيفيتي يعني. فدي العاوزة دي. ما عاوز ان يكون ظلم وكسل. اديك الف وترجع علي الفين. ما بدخل في المسألة دي الا انسان مضطر. عشان كده حرم الريبا. طيب نجي في النقطة الرابعة. النقطة الرابعة وهي البيع بالتقسيط او بالاقصاط. هل هو حرام ولا حلل ما هو البيع بالاقصاط. البيع بالاقصاط انه انت روحت الاوكشن كوبارت اشتريت عربية ب الف دولار. صلحتها زبطتها جيت بتلاي بشير انت عندك خيارين. دي مساوة ما مساوة ما تخيرني. ممكن ابيع عليك كاش بثلاتة الف او بالاقصاط لمدة سنة باربعة الف. اشتريها كاش بثلاتة الف او بالاقصاط لمدة سنة اربعة الف. انا اخترت سنة اربعة الف بالاقصاط. هل دي حلال ولا حرام. دي باجماع العلماء. المذاهب الاربع. المالك شافعي احمد ابن حنبل ابو حنيفة. انها حلال. البيع بالاقصاط. انه اقول لك كاش. هذا السعر. وبالاقصاط هذا هو السعر. طيب. في شروط. الشرط الاول. ان تكون مالك للسلعة. انت يقول ليا عربية. تكون انت مالك. الطايتل في يدك انت. العربية عربيةك ما عربيةった شخص تاني. العربية عربيةك انت الباية. الشي التاني. السعر يكون مستقر. يعني السنة هتدفع اربعة الف دولار. ما تقول لي والله والأزعار طلعت والأزعار. في نص السنة وتقوم ترفعها خمسة الف او تنزيلها .. انا اتفقدنا اربعة الف. يعني السعر متفق عليه مستقر السلعة واضحة ومعروفة ومعلومة خلاص حلال بالإجماع طيب نجي بعد كده للقطة الخامسة اللقطة الخامسة اسمها بيع المعاهدة إنه بيننا عهد زي العقد يعين عهد العهد يعني ما ما تدفع عليه قرش ما تدفع الرسوم لأسباب أخرى بعض الناس بيسمونها المرابحة وهي ليست بالمرابحة المرابحة المختلف تماما من ناحية فقهية في الأيام دي بسموها كده كيف كتب الفقهة المرابحة شي مختلف نحن نتكلم عن شيخ اسمه bien المعاهدة طيب ما هو بيع المعاهدة بيع المعاهدة أنه أنا جيت قلت لك ع shops اشتري البيت ده هذا البيت بعينه بـ 100 ألف دولار سير يعني البيت بـ 100 ألف دولار روحكا إنت واشتريت البيت بـ 80 ألف دولار وجيته بيحت لي بـ 100 ألف دولار يعني في اللحظة دي انت لا تملك البيت انا قلت عاوز البيت ده بمئة الف ورحت انت اشتريت البيت بثمانين الف وبعد كده بيحته ليه بمئة الف تمام؟ هذا اسمه بيع المعاهدة انه بينا عهد اشتري البيت انا هيشتري منك انت فاقية مبدئية ولكن ما ادفع لك ادفع لها في اللحظة دي انت ما بتملك فما ممكن ادفع لك شيء ولكن جيت انت ملكة البيت وانا قلت لك انت اشتري البيت بيننا عهد بعد كده هل هذا البيت حلال ولا حرام؟ باجماع العلماء المذاهب الأربعة حلال بغض النظر من هو الشخص الشخص ده ممكن يكون احمد ممكن يكون زينب ممكن يكون بانكوف امريكا ممكن يكون ويلس فارغ وممكن يكون فاينانشل جايدنس ممكن يكون بانك فلانة الاسلامي بغض النظر عن الشخص أو المؤسسة بيع المعاهدة بالاجماع عند المذاهب الأربعة حلال لأنه الشروط قائمة شروط البيت قائمة طيب فين الخلاف؟ الخلاف بعض المالكية بعض علماء المالكية مش الإمام مالك نفسه لكن بعض العلماء المالكية وشيخ الإسلامي من تيمية وتلميزه ابن القيمة الجوزية قالوا لا فيها نوع من التحايل على الربا لأنه البيت ده يعني إنت ما كنت حتشتريه إلا أنه أنا أنا ما قدر أشتريه وما عندي الأقصاد أو ما عندي القروج أو 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 فإنت لما رحت اشتريته كأنك أنت بتتحايل على الربا فشيخ الإسلامي من تيمية حرم واحتبر ما يسمى ببيع بالعينة قال يتم من علامة الساعة إذا تباعتم بالعينة قول رسول عليه الصلاة والسلام وتلميزه ابن القيم وفي العلماء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين الشيخ الفوزان من يرون أن ذلك البيع بالعينة فهو محرم البيع بالأقصاد إنت حاجة مالكة وإنت داع الصباح بالأقصاد حلال عندهم ولكن تروح تشتريها لأنه أنا عندي الرغبة فيها أعتبروها حرام والبيع بالعينة طيب لأنه تلاعب يعني كأنه بنتلاعب على الربا الإجماع على أنه لا في الشروط أبنية التجارة مبنية كده التجارة على أنه أنا عندي رغبة في حاجة اليوم ما قلت لكم يا جماعة والله أنا بحب بحب أدعشة فول روح أنتوا فتحتوا مطعم بتاع فول الناس بتحب تأكل فول أنتوا فتحتوا مطعم بتاع الفول ما يدي أصل للتجارة أنه في طلب الناس بتطلب الأشياء ونحن يعني بناديهم الحاجة لهم ما عاوزنا فهي أصل التجارة أنه تشوف الناس عاوزة إيه وتبع لهم الحاجة لهم ما عاوزنا فيتمخي ألفت أصل التجارة وبعدين الشروط ما زالت قائمة أنه في وقت الشراء الملكية في يدك أنت في وقت الشراء السير متفق عليه يعني عندنا عدة الأركان تامة فبالإجماع كده برضو من العلماء المعاصرين مثل الشيخ بن باز رحمة الله عليه من من يرى الحل الموضوع من المشهورين الشيخ خميس مثلا من من يرون حل الموضوع حتى في البنوك يعني الناس اللي عاشت في السعودية بتاعري مثلا زي بنك الراجحي بنك الراجحي عندك كذا option من الابشن مثلا دار اشتري دار اشتري عربية ففي عربات هم بيملكوها في عربات ما بيملكها بقول الله عاوز عربية فلانية مثلا فيروح بنك الراجحي يشتريها فحينما سئل الشيخ بن باز عن بنك الراجحي قال انه حلال وحينما سئل الشيخ المعيث يمين عن بنك الراجح هو لفكرة طبعا هو من القصيم وناس الراجحي من القصيم ديرانه واصدقاؤه لكن برضو أصر علي انها حرام لانه بيتبع فتوى الشيخ ابن تيمية فمن ناحية فقهية من الامان الفقهية انه اجمع العلماء المذاهب الأربعة على انها حلال انه انا امشي لي بنك او امشي لي شخص اقول عندي رقبة في البيت ده الشخص يروح اشتري البيت ما يلزمني ما اخد بروش ولا اي حاجة راح اشتري البيت يوم الانه حاشتري البيت ما يسمى بالكلوزين ديت عادة تاني هنا في الريل استيت اتفقنا جاب ليه ورقة وقال ليه انت لمدة 30 سنة حتدفع قصد شهري ألف دولار لمدة 30 سنة انت حتدفع قصد شهري ألف دولار وهذا البيت وده المفتاح وانا البنك او احمد او عمر او المؤسسة الفلانية مالك للتايتل يبقى 100% حلال بالإجماق طيب للتوضيح انه فيه ناس ممكن تسأل هل اللون حلال ولا حرام فلازم نوضح النقطة نرجع لما يسبب الاصناف الريبوية انه انا مشيت لي شخص احمد محمد بانكوف امريكا جرين ستايت واريفر البتاع قلت لي انا عاوز 5000 دولار قال لي حد دي 5000 دولار ترجع لي 6000 دولار انا حاشي منك الخمسة وارروح لحد اشتري منه عربية انا عاوز منك انت نقط 5000 دولار وحرجع لي 6000 دولار طيب ده من الاصناف الريبوية مال مال اكتر لا حرام طيب انا مشيت للبنك والبنك يملك التايتل بتاع العربية ما حدو نقروش ما حدو نكاش هو مالك للتايتل هو مالك للعربية بدليل انه لو انا ما دفعت الاقصاد بتاعت العربية هيا ياخد من القروش ولا ياخد من العربية لا وماركة العربية هياخد من العربية يبقى هنا حلال فده الفرق بين اللون الحلال واللون الحرام لما نقول كلمة لون ما طالب نقول لون حرام ولا حلال لا لازم نفصل اللون بمعنى انه انا هشيل كاش من البنك لو دولار واحد شلته وحرجعه دولارين حرام ربا ولكن اللي هشيل دولار واحد وحرجعه دولارين الاصل هو ربا حرام ولكن اللي هشيلة رباة مش دولار بمليون دولار البنك رجيت في لحظة الشراء والبنك عنده التايتل البنك عنده التايتل بتاع البيت في لحظة الشراء وقال لي تدفع دون بايمنت عشر الف دولار وكل شهر تدفع الف خمسمائة دولار لمدة تلاتين سنة وقع وقع البيت واضح المفتاح واضح البند واضح السعر والاقصاد الشهرية كما قال الله تعالى اذا دايته بايدني الى اجل المسمم فاكتبوه الشروط كلها واضحة ابقى مية في البيت حلال تمام؟ فمراتهم الصلاحات بتترمي الواحد بس عاوز يوضح المسألة ان شاء الله تكون وضحتها سهلتها بسطتها بعد كده هم قتلكم بعض الآراء بتاعت العلماء عشان تكون برضو واضحة من جميع النواحي السؤال لكن اذا كان يقصد ما يسمى ببيع المواعدة الذي يسميه الناس الان مرابحة يسمونا الان مرابحة والشرع يسمى بيع المواعدة بيع المواعدة يقول اشتر لي هذه السيارة وانا ساشتريها منك مقصطة بسعر زائد او اشتر لي هذا البيت بخمسمائة الف وانا ساشتريه منك بستمائة الف لقصطا نسمونه بيع المواعدة يعني يوعده ان يشتري بالنسبة بعد ان يشتري بهذا البيت سموناه الان بيع المرابحة والصحيح ان اسمه بيع المواعدة يعني وعده ان يشتري منه ذلك البيت من ماله والذي عليه اكثر اهل العلم ان الاصلاعي في البيوع الحل والاباحة والجواز فمثل هذه المعاملة جائدة لكن المشكلة أن البعض يعني لا يؤديها أداء صحيحا يمكن يبيع قبل أن يشتري وهذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك فلا يجوز له أن يبيع قبل أن يشتري لكن إذا اشترى ثم باع فلا بأسه في ذلك والله أعلم سمحة شرحة الله هل يجوز لي شراء أثاث بالتصديق من بنك الراجح لأن هناك من يقول أن الشراء بالتصديق حرام لأن فيه ربا أفيدوني لا بعث بالتقصيد شراء سيارة أو أثاث أو ملابس أو بيت أو أرض بالتقصيد لا بعث إذا كان مالكا لها البائع إذا كانت عند البائع مالكة حائزا لها في بيته في ملكه في حوشه إذا كانت عندها قد ملكها وحازها وباعها بالتقصيد لا بعث والصورة الثانية أن تكون المبايعة بين المشتري والبائع بعد أن يملك البائع السلعة ملكا تاما مستقرا ويكون ما قبل البيع وعدا غير ملزم يكون ما قبل البيع وعدا غير ملزم ملزم عندما يذهب المشتري مثلا إلى البنك ويقول أنا أريد أن أشتري منكم سيارة بالتقصيد كذا وكذا 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 هذا وعد غير ملزم غير ملزم ولكن العقد يقع بعد أن يشتري البنك السلعة فيشتري منهم وإن شاء لم يشتري وهذا له حالتان الحالة الأولى أن يكون مقصود المشتري السلعة أن يكون مقصود المشتري السلعة أنا أريد سيارة وأريد أن أقتني السيارة فأذهب إلى البنك وأقول لهم أنا أريد أن أشتري السيارة بالتقصيد والبنك لا يملك السيارة ولا يحصل بيني وبينهم أي التزام ويذهب البنك ويشتري السيارة ثم يقول لي يا سليمان السيارة عندنا ومملوكة هل تريد فأقول نعم أريد أن أشتريها وأنا أقصد السيارة أريد السيارة أريد السلعة وهنا الذي عليه جمهور العلماء أن هذا جائز لأنه بيع صحيح لا يوجد ما يمنعه شرعا وذهب بعض العلماء وكلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقتضيه أن هذا البيع لا يجوز أن هذا البيع لا يجوز لأنه ذريعة إلى الرباء لأن البائع ما اشترى السلعة إلا من أجل المشتري وأن المشتري سيشتري بزيادة كأن هؤلاء يقولون هل للبائع غرض في السلعة غير الثمن الذي يريده من المشتري الجواب أنه لا غرض له سوى الثمن هو يريد هذا الثمن الزائد فيقولون إذن هذا من ذرائع الرباء لأن حقيقته أنه مال بمال مع زيادة لكن هذا القول مرجوح والله أعلم والراجح هو قول الجمهور وأن هذا جائز لأن البيع بيع حقيقي وأما عرض المشتري فهذا هو الأصل في الأسواق أن المشتري يعرضون على التجار وأن التجار يوفرون للناس ما يطلبون وأما الحالة الثانية فهي أن يكون غرض المشتري المال وليس السلعة أن يكون غرض المشتري المال وليس السلعة فالمشتري الذي سيشتري بالتقصيد لا يريد السلعة ولكن يريد المال مثال إنسان يبني بيته ونضب المال الذي في يده فيريد مالا فذهب إلى البنك وقال أنا أريد أن أشتري منكم ثلاث سيارات بالتقصيد ثلاث سيارات بالتقصيد ما مراده من السيارات أن يركبها مراده أن يبيعها ليحصل المال فمراده المال فاشترى البنك السيارات ثم باعها عليه بعد أن اشتراها ثم هو باعها في السوق وأخذ المال هذه صورة الحالة الثانية وهنا جمهور العلماء على جواز هذا جمهور العلماء على جواز هذا لأنه بيع صحيح لا يوجد فيه ما يمنع وقصد المشتري المال ليس مبطلا قصد المشتري المال ليس مبطلا فكون يقصد المال هذا ليس مبطلا ما دام أن البيع صحيح والسلعة حقيقية وذهب بعض أهل العلم وهو مقتضى كلام بعض المالكية ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي شيخ الإسلام ابن القيم ورأي الشيخ ابن عتيمين رحم الله الجميع ذهبوا إلى أن هذا البيع لا يجوز قالوا لأن هذا البيع حيلة على الرباء فبدلا مثلا من أن يقرضه البنك مائة ألف بمائة وعشرين ألفا جعلت السلعة في الوسط فقالوا هذا من ذرائع الرباء ويجب سد هذه الذرائع لأن الرباء محرم تحريما مغلظا فيجب سد هذه الذرائع والصحيح قول الجمهور أن هذا البيع جائز لأن البيع صحيح والسلعة موجودة مملوكة تباع وتشترى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر